احنا قربنا طبعا من شهر رمضان كل سنوحيك طيب وحنا نتذكر المساحراتي وحنا نتذكر طبعا اسم الكبير فؤاد حداد فؤاد حداد على سبيل التحديد له معك قصص كتير الحقيقة فؤاد حداد هو أنا يعني قبل فؤاد حداد أنا كنت قريت برام التونسي وبرام التونسي حبيت شعره قوي بشكل كبير بس حبيت كمان بنفس القدر وربما أكبر سيرت حياته كشعر انه يعني شكل لي شكل مهمة الشعر في الحياة انه الشخص اللي ممكن يقول كلمته حتى لو على رقابته اتنفل مدة عشرين سنة عشان قصيدة واشتغل في أحط المهن يعني أو أقلها شأنا يعني وهو في المنفى طبعا عشان يقدر يعني ياكل ويشرب يعني فأنا انبهرت بشخصية برام التونسي بشخصية برام التونسي جيت بعد كده بقى من خلال مجلة صباح الخير ابتدت اكتشف ان فيه قامة كبيرة جدا كمان اسمها فؤاد حديد كويس دايما حديك بتذكره بكل الخير الحقيقي بتأكيد لانه اول نصيحة حقيقية خدتها في الشعر في حياتي كانت من فؤاد حديد قالك ايه بعتله قصيدة كان عنده باب اسمه قال الشعر الباب ده تلتين الصفحة بينشر فيها قصيدة من القصائد اللي بتوصلوا يشعر فيها بانه الشعر ده ادواته مكتملة كشعر وفيه تلت الصفحة بينشر ردود على الشعر اللي لسه هو حسس انهم على الطريقة فأول قصيدة بعتهانه حطيني في التلت ده اللي هو بيديني نصيحة فقال لي خد بالك يعني خلاصة النصيحة يعني ان خد بالك من العروض اللي هو علم أوزان الشعر وقال لي انك انت يعني قال لي بيت شعرها مهم جدا للمتنبي ولم أرى في عيوب الناس شيئا كعجز القادرين عن التمام انت قادر ان تتم الشيء ولكنك لم تتمه لانك بدأت من قمة كنا نتمنى انك تعلو عنها او على الاقل تفضل عندها انما خانك العروض فانا روح ترايح جايب كتب العروض كويس ودرسته وهو علم صعب جدا جدا انما عشت فيه بيني وبين الكتب دي لحد ما يعني استوعدته اول قصيدة كتبتها روح تبعتها له على باب قال الشعر في مجلة صباح الخير افتح المجلة في يوم من الايام يوم 20 يونيو 1974 كنت وقتها فين انا وقتها كنت في السنوية العامة كان عندي 20 سنة بس انا كتلاقي فترة كده بعدت فيها عن السنوية العامة عشان انا شاعر يعني كويس في 20 سنة كبير على السنوية العامة يعني في هذا القسم من الجريدة نشر لك هذه القصيدة وده على فكرة ان بيتكرر كمان فيه مجلات كتير بالتأكيد كان فيه زوايا وفيه مجلات أدبية وده مهم يعني الشباب الصويرين اللي عندهم مواهب صحيح ممكن يكون تلك هي البداية صحيح بس هو الحقيقة دي كانت غير بقية المجلات يعني قال الشعر مجلة صباح الخير هي اللي تواجد من خلالها ما يسمى شعر العامية المصرية اللي أسسوا هذا الشعر فؤاد حداد كان في صباح الخير صلاح جاهين اللي كان في وقت من الأوقات رئيس تحرير صباح الخير هذه المجلة هي اللي قدمت عبد الرحمن الأبنودي هي اللي قدمت سيد حجاب هي اللي قدمت عبد الرحيم منصور هي اللي قدمت نجيب سرور أحمد فؤاد نجم كل رموز شعر العامية المصرية الكبار كان منفزهم إلى التواجد على الساحة هي مجلة صباح الخير مصنع للشعراء بالضبط فإنه فؤاد حداد والد الشعراء زي ما بتسمنيه ينشر قصيدة والإمضة تحتها جمال محمد أحمد بخيت مدرسة الفستات السنوية السنة الثالثة حاجة كبيرة قوي ده كان شيء يعني اللي هو أعتبر أن دي شهادة بلادي كشعر ومن هنا بتيجي حكاية أن السنة دي في يونير القادم إن شاء الله لو ربنا داني عمر يبقى خمسين سنة شعر شعر كل سنوحيك طيب أهنتي طيب